موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من كشك الصحافة سنطلع فيه أبرز أهم ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة هذا اليوم نبدأ جولتنا من الصحافة اليمنية من موقع الموقع الذي أورد تقرينا مفصلا عن المراوغات التي يتبعها وفد الميليشيا في التفاوض عنوان الموقع ما وراء تباطء وفد الإنقلابيين في الدخول بالمشاورات يقول الموقع أثارت لك وفد الإنقلابيين وجماعة الحتيين والمخلوع صالح في مشاورات الكويت تساؤلات عديدة في الشارع اليمني خصوصا أن الإنقلابيين أبدوا يوم الثلاثة موافقتهم على استئناف المشاورات بناء على الأجنتة السابقة ثم عادوا بعدها لموقفهم السابق رافضين ما وافقوا عليه ويرى الموقع أن هناك دولا كبرى تقف وراء التعنت والرفض وهو الموقف الذي تسبب في إلغاء جلسة الأربعاء المباشرة بعد أن كان من المقرر عقدها بموافقة وفدي الشرعية والإنقلاب وينقل الموقع عن عضو الفريق الإعلامي المرافق للوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت رشاد الشرعبي أنه ليس هناك رغبة جدية لدى وفد الحوثي وصالح الإنقلابي للوصول بالبلد نحو الحل والسلام ووقف نزيف دم اليمنيين وأضاف الشرعبي حتى الآن يبدو أنه لن تعقد أي جلسات مشتركة حتى مطلع الأسبوع القادم ما يعني أن أسبوعا كاملا مر دون أي تشاور وما كانوا وافقوا عليه وأقروا البيض في منقاشه هو جدول أعمال يرتكز على النقاط الخمس التي تضمنها قرار مجلس الأمن ووقعوا عليه في بيال السويسرية أواخر 2015 بالتحول إلى موقع الاشتراك نتو الذي أورد عددا من العنوين منها الجيش يعتقل قياديا في القاعدة وأحد مرافقه في الحوطة بلاحج ووفقا لمراسل الاشتراك نتفقد داهمت قوة عسكرية من الجيش منزل القيادي في تنظيم القاعدة حبيب العامري في الحوطة واعتقلته مع أحد مرافقه وبحسب المراسل فإن العامري يعد أحد المطلوبين لدى الجيش والمقاومة في لحج حيث يتهم أنه شارك وخطط في أغلب عمليات التقطعات والاختطافات والعمليات الإرهابية ونزح مع عدد من عناصر تنظيم القاعدة قبل أشهر من محافظة أبيان إلى مدينة الحوطة ومن عنوين الموقع أيضا حضرموت الجيش يفجر كمية من الألغام بعد العثور عليها في الشحر وعنونا أيضا علي صالح يظل عقبة أمام أي تسوية مقبلة خطورة اليمن في ضعفه تحت هذا العلوان كتب محمد صلاح مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور وقال الكاتب باتت خطورة اليمن اليوم على من حوله في ضعف دولته واستمرار تضعضعها وليس في قوته ففي تفككه وتشرذمه خطورة على اليمنيين أنفسهم فانقسامه إلى أكثر من كيان أو عودته إلى ما قبل عام 1990 إنما هو إعلان مستمر للحروب سواء داخل كل جزء بمفرده أو فيما بينها ولنا في الصراعات التي نشبت بين الشطرين في السابق تجربة شاهدة وآثارها المأساوية ما زالت ماثلة في ذاكرة المجتمع ومن ناحية ثانية يشكل خطورة على استقرار المحيط الإقليمي والدولي وأي توجهات سياسية من قبل القوى إقليمية أو دولية لإنهاكه وتمزيقه فإن الغاية منها يستهداف الأمن القومي للمنطقة وزعزعته تمهيدا لضرب تماثك بقية دول الجزيرة العربية كما أن ترتيب أوضاع اليمن وتطبيعها دون إصلاح جثر الخلل التاريخي في منظومة السلطة والحكم لن يعمل إلا على تدوير الصراعات داخلها ما جرى ويجري اليوم من حروب واقتتال هو نتيجة للطريقة التي أدار بها النظام السابق البلاد القائمة على هيمنة مركز واحد وتهميش بقية المناطق في هذه اللحظة التاريخية التي يمر بها مستقبل العرب ويتشكل مصير دوله عبرها فإنه يجدر الانتباه إلى أن اليمن وإن تجزأت إلى كيانات متعددة وأصبح لكل منطقة رئيس أو إمام أو أمير أو سلطان فإن المجتمع كان يدرك أن دائرة مصالحه لا تكتمل إلا بالتكامل بين جميع مناطقه وأجزائه الجغرافية وأن اتحاده تحت راية واحدة هو الضامن الحقيقي للاستقرار ومن الخطأ ظنوا البعض حصول أي استقرار داخل البلاد في ظل التجزئة إن تفكك اليمن في هذه المرحلة هو بداية الانتقال عدوها إلى محيطها الإقليمي في الوقت الذي تمتلك فيه تجربة تمتد لثلاثة آلاف عام في خوض الصراعات على استعادة الدولة واتحادها تحت راية واحدة كما حصل في فترات تاريخية كثيرة بينما يصعب عودة بعض الدول العربية الأخرى إذا وقع لها ذلك إلى موقع التغيير نتوى الذي تابع العديد من الموضوعات وجاء في عنوينه ولد الشيخ يوجه أخطر تهديد لوفد الحوثي وصالح ويكشف عن الخيار البديل لديه يقول الموقع نقلا عن مصادر يمنية حاضرة في الكويت إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال لوفد الحوثيين والرئيس السابق صالح بأنهم إذا لم يبدوا جدية في الحوار على أرضية القرار الفين ومائتين وستة عشر فإنه قد يلجأ مجددا إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع لفرض انسحابهم من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة كشفت المصادر أن تحضيرات ولد الشيخ التي كانت مبطنة وفي قالب نصائح جعلت المتمردين يبادرون إلى تغيير رأيهم ويوافقون على جدول الأعمال وأنقضت ضغوط ولد الشيخ وسفراء الدولة ثمانية عشر مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت من انهيار وشيك من عنوين التغيير نت أيضا الحملة العسكرية تمت بإسناد جوي وبحري ومشاركة خمسة وعشرين ألف جندي الحياة تعود إلى حضر موت والقوات الأمنية تواصل ملاحقة الإرهابيين ويقول الموقع شهدات المحلات التجارية تفتح أبوابها وسط فرحة عارمة للمواطنين الذين عانوا خلال عام كامل من موجود أنصار الشريعة في المكلة وفي مديرية الساحل أو مديريات الساحل واستمرار الدوريات الأمنية في عملها في تمشيط المحافظة من الجيوب الإرهابية المتبقية ويضيف الموقع شرعة القوات الأمنية المدعومة من التحارف العربي بنشر قواتها العسكرية في مداخل ومخارج ووسط المكلة كما نشرت وحدات عسكرية أمام المرافق الحساسة في الميناء ومطار الريان والمرافق العامة أما بالتحول إلى موقع عدن الغد والذي عنونا في العديد من الموضوعات اللواء البحسني حضر موت اليوم باتت حرة ومحررة وعندما تكون لديها هذه الإمكانيات سوف تلتحم بعدا وبقية المحافظات الجنوبية نقل الموقع أيضا عن اللواء ركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية الذي قاد معركة تطهير حضر موت من الإرهابيين عملنا شبكة لتنظيم هذا العمل حيث تنتشر القوات في المدن إضافة إلى وجود قوة عسكرية قوامها 25 ألف جندي وما يقارب عشرة ألاف من المقاومين وسكان المحليين معتبرا أن النصر العظيم الذي تحقق في تطهير حضر موت من الجماعات الإرهابية هو انتصار للسلم العالمي وانتصار لإرادة هذه المنطقة وقال إن حضر موت ستكون آمنة مستقرة كما عنونا عدن الغد قوات الجيش توزع منشورات تدعو للإبلاغ عن أي جماعة مسلحة في عدن وقالت التفاصيل إن جنود من كتيبة القوة الضاربة التابعة للجيش وزعوا منشورات تطالبوا بإبلاغ عن أي نشاط لأي جماعة مسلحة في المدينة وتضمنت المنشورات أرقام هواتف خاصة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة هل صار علينا أن نقول جمهورية بمن حضر تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقالا عن القليل من أساليب الميليشية وقال الكاتف في جزء من المقال بهدوء ومسؤولية يتعامل وفد حكومة الجمهورية اليمنية مع يوميات الحوار وما يطرع لا صور ولا رقصات في الشوارع لا صرخة ولا قات أيام عصيبة تمر ومع مضي الوقت ينخرط الرعاة الإقليميون والدوليون مع سائر اليمنيين في الذهول والحيرة كيف يفكر أولئك البشر القادمون من صنعاء ولا يملك أحد إجابة ولا حتى مخططا للإجابة جاء الحوثيون وهم لا يملكون أي دستور ولا قانون إلى المدن بالسلاح تخلصوا من السياسة والإعلام وامتلكوا الجيش ثم أسسوا دولة جديدة وسياسة جديدة وإعلاما جديدا واحتلوا القصر الجمهوري وعينوا رئيسا من آل بيت الحوثي سرعان ما تدحرجت كرة النار التي أحضرها الحوثيون وصارت حربا واسعة خلقت من المجاعة والتشرد أكثر مما خلقته من الجرحة وذهبت كل قرية في اليمن على الأقل مرتين إلى المقبرة من زاوية أخرى جريمة الحوثيين في الأساس السياسية ودائما جريمتهم جنائية أيضا وهم مطلوبون لكل أشكال العدالة في أي عصر وعلى أي أرض لا يبدو الحوثيون مدركين لحجم الكارثة فهم قادمون من تشكيل اجتماعي يبدي استعدادا على الدوام لخوض حرب لعشرين عاما على أرضية صغيرة عشرين متر في عشرين متر ولو أهلكت القبيلة كلها في الواقع لا وجود بالمعنى الكلي لدالة المجتمع الدولي وفيما يخص اليمن فالمجتمع الدولي هو المملكة العربية السعودية وهو الكرة الأرضية الوحيدة التي تحيط باليمن وثم تتسليم دولي كامل بتلك الحقيقة في مجلس العموم البريطاني رد ديفيد كاميرون على التقرير الذي اتهم حكومته ببيع السلاح لدولة تقتل اليمنيين بأنه لم يفعل شيئا خارجا عن القانون وأن بريطانيا ليست جزءا مما يجري هناك مذكرا النواب بحقيقة أن السعودية تقف إلى جوار حكومة شرعية يعترف بها العالم إلى موقع يمن مونيتورو الذي تابع العديد من الموضوعات وعنونا لجان أهلية متخصصة للبت في قضايا السكان بمحافظة الضالع اليمنية قال الموقع أيضا شكلت قيادة أو شكلت قيادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني في منطقة مرئيس التابعة لمحافظة الضالع لجان أهلية مهمتها حل نزاعات السكان في ظل غياب سلطات الدولة ويفيد الموقع أن اللجان تمارس مهامها بشكل يومي في مقر شرطة المديرية فيما يشرف عليها قضاة مشهورون بالنزاهة وفقا لسكان محليين ووفقا للقيادي في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة خالد أنعم فإن تشكيل هذه اللجان جاء استجابة لطلب المواطنين في توفير مقومات الأمن والاستقرار وتثبيت الجبهة عبر إنهاء الخلافات الداخلية والتوجيه الزناد نحو العدو فقط حسب تعبيره ومن عنوين الموقع أيضا محكمة في صنعات تبرئ ثلاثة من أقارب صالح من هجوم أوقع 120 قتيلا في عام 2012 إذن المشاهدين قبل مطالعة أبرز ما قالته الصحافة العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستعراض الصحافة العربية ابقوا معنا أهلا بكم من جديد نطالع الآن أبرز ما ركزت عليه الصحف العربية الصادرة اليوم البداية من العربية الجديد والتي عنونت أسبوع على مشاورات الكويت اليمنية تراجع منسوب للتفاؤل وقالت الصحيفة أكملت مشاورات السلام اليمنية في الكويت أسبوعا على انطلاقها فيما تتراجع الآمال بإمكانية التحقيق اختراق جدي فيها ينهي الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من عام بعدما بدى واضحا من مجريات الأيام الماضية تعمد وفدي تحالف الانقلاب انتهاج سياسة التسويف والمماطلة وأفادت مصادر يمنية مرافقة للوفد الحكومي المشارك في المشاورات عن تعثر جلسة كانت مقررة مساء أمس الأربعاء بفعل ما وصفوه انقلاب من قبل وفدي الانقلابيين على اتفاق مسبق أقر جدول الأعمال فيما ترددت أنباء عن إلغاء الجلسة المشتركة المقررة اليوم الخميس بين وفدي شرعية وتحالف الانقلاب وذكر أكثر من مصدر مرافق للوفد الحكومي للعربي الجديد أن وفدي جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر أبلغا المبعوث الأممي اسماعيل ولدى شيخ أحمد تمسكهما بالحوار السياسي قبل الدخول في القضايا الأخرى المطروحة للنقاش أهمها انسحاب الميليشيا وتسليم الأسلحة الثقيلة وحسب المصادر فقد طالب الحوثيون وقف رقابة طيران التحالف العربي وتحليقها في الأجواء اليمنية أو مشاركتها بعملية ضد تنظيم القاعدة بالتحول إلى الصحيفة الخليج تابعت الصحيفة موضوع المفاوضات في الكويت وعنونات مسؤول حكومي متفائل بعودة طبيعية إلى صنع الحملة مستمرة على القاعدة الحوثي يحاول الانقلاب على جدول المشاورات وأكدت مصادر مقربة من المشاورات أن وفد ميليشيا الحوثي والرئيس السابق صالح عاد إلى المراوغة ومحاولة إفشال المشاورات برفض الخوض في جدول الأعمال بعدما تمسك الوفد بالحل السياسي وتشكيل حكومة شراكة قبل تسليم الأسلحة أو الانسحاب من المدن ومع ذلك أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالة عن توقعاته بأن تشهد مشاورات السلام اليمنية انطلاق جديد جيد على ضوء ما تحقق من تقدم إيجابي بين الأطراف اليمنية بشأن الإطار العام للمحاور الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة وقال الجرالة في تصريح للصحفيين نحن متفائلون تماما بنتائج المشاورات لا سيما في ضوء ما لمسناه من تجاوب لدى جميع الأطراف اليمنية لتجسيد التعاون بينها والانسحاب أو الاستجابة لنصائح الأمير في غضون ذلك أكد وزير حقوق الإنسان والعضو الاستشاري في الوفد الحكومي إلى المحادثات في الكويت عز الدين الأصبحي أنهم في الحكومة سيظلون رواد لصوت السلام مشيرا إلى أن العودة الطبيعية إلى العاصمة صنعاء ستتم ومن العناوين العناوين الصحيفة أيضا محافظ حضر موت وقادة من التحالف العربي يتفقدون مدينة المكلة ثرثرات على هامش التاريخ تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله في القدس العربي ويقول الكاتب كل هذا الذي ترون في الشرق العربي ما هو إلا بحث عن شيء ما ضائع الزمن المفقود الذات الضائعة التاريخ الغابر شباب الأمة الأيام الخضر التي سافر إليها البرادوني وأنشودة المطر الذي غنى له السياب يقف العرب اليوم على أطلال حمصة وحلب والفلوجة والرمادي وتعز وصعدة وبنغازي يبحثون بين الركام عن زمن لم يجدوه زمن حدثهم التاريخ أنه كان هنا يوما ما وذلت عليه معالم الجغرافيا لكنه لم يعد موجودا إنها رحلة شاقة في البحث عن زمننا الجميل عن فردوسنا المفقود عن أندلسنا الغارب بمفهومه التاريخي للجغرافي رحلة يمتزج فيها البحث عن الدات بالبحث عن الآخر البحث عن التاريخ بالبحث عن الجغرافيا البحث عن المطلق بالبحث عن الله البحث عن السلام الروحي بالبحث عن السلام الاجتماعي المفقود في هذه المنطقة التي علمت العالم يوما ما كيف يفكر ثم علمته اليوم كيف يكون الانتحار العرب يحنون لتاريخهم لأنه أجمل من حاضرهم ويهربون من الغد لأنهم يفضلون مغادرة الحاضر إلى الماضي لا إلى المستقبل الإنجليز يقولون الأمس تاريخ والغد لغز واليوم هدية الله ولذا يسمى الحاضر في الإنجليزية prison وهي الكلمة التي تعني الهدية كذلك هم يدركون أن الحاضر أهم من الأمس والغد مجتمعين عرب اليوم يختزلون حاضرهم ومستقبلهم في الماضي ويختزلون الماضي في أول مئة سنة من عمر الإسلام والمشكلة أنهم يرون أن التاريخ كل جغرافيا ثابت لا يتحول نحن والتاريخ أشبه بطفل مشاغب في حضرة معلم كبير السن لديه علم غزير لكن الطفل يضيع وقته في الشغب داخل الفصل ولا يستمع إلى دروس الشيخ الجليل الأمام التي تيمم وجهها شطر المستقبل تخلف تاريخها وراء ظهورها وتلتفت إليه بين الفينة والأخرى عندما تحتاج أن تكون في حضرة شيوخها لتتعلم منهم مشكلتنا أن تاريخنا وضعناه أمامنا في خط سيرنا وحولناه بجهلنا إلى حاجز قوي يحول بيننا وبين مستقبلنا والشيء ذاته فعلناه مع نصنا المقدس الذي حولناه بعمليات منتجة بائسة إلى شيء آخر لا علاقة له بالمقاصد العليا للنص نفسه على كل مهما يكون التاريخ عظيما فإنه لا يمكن أن يكون بديلا عن الحاضر أو المستقبل إلا عند الأمم التي لا تتعلم منه ولأننا لا نتعلم من التاريخ فإنه اليوم يعيد نفسه في ديارنا وداخل تركيبتنا الذهنية والشعورية يكرر نفسه في هذه المنطقة الوجيعة من العالم يكرر نفسه بطريقة حرفية مذهلة وإلى صحيفة البيانة التي تابعت أيضا موضوع المفاوضات وتقول الصحيفة وفد التمرد يراوغ على اتفاق جدول الأعمال وقالت الصحيفة عاد وفد الحوثيين إلى نهج المراوغة بانقلابه على الاتفاق الذي وقع عليه مع وفد الشرعية اليمنية بتثبيت جدول الأعمال في محادثات الكويت والتفى على مبدأ التفاوض الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن بانتهاج توازي المحاور بدلا من تسلسلها وعاد وفد التمرد إلى اشتراط السناف المسار السياسي قبل تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن ومن العنوين أيضاً الانقلابيون أعادوا المشاورات إلى نقطة الصفر وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر إن ولد الشيخ فضل أن يمر يوم أمس دون عقد جلسات حتى لا تعود أجواء السخونة مرة أخرى وعقد لقاءات منفردة مع كل وفد على حدة بهدف التنسيق حول الإطار العام للمشاورات تضيف الصحيفة ومن المقرر أن يواصل المبعوث الدولي اليوم للقاءات التنائية مع الفريقين تحذيراً للقاء المشترك يتطلع إلى أن يتم خلاله تشكيل ثلاث لجان لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية وقضية المعتقلين وترى البيان أن الحوثيين عادوا بالمفاوضات إلى نقطة الصفر منقلبين على توقيعهم اتفاق يقضي بتثبيت جدول الأعمال من مجلس الأمن الدولي إلى صحيفة السياسة الكويتية والتي تابعت موضوع النازحين من مدينة تعز المحاصرة وقالت الصحيفة نحو ثمانية ألاف نازح أو ثمانمائة ألف نازح في تعز بسبب الحرب يعيشون أوضاعاً صعبة تقول الصحيفة الكويتية أن المصادر المحلية قدرت عدد النازحين من محافظة تعز منذ انبلاع الحرب قبل نحو عام بنحو ثمانمائة ألف شخص وأوضحت المصادر أن ستمائة ألف من أولئك النازحين من تعز ومائتين ألف من مناطق المواجهات في الريف وخصوصاً من مناطق الوازعية وذباب والمسراخ والضباب وجبل حبشي وجبل صبر ودمنت خدير وأشارت إلى أن نحو نصف أولئك النازحين يتواجدون في صنعاء ومحافظة إب ويعيشون أوضاعاً صعبة للغاية كما بقيت النازحين من باقي المحافظات التي طارت الحرب لافتة إلى أن من بين من عادوا إلى منازلهم في تعز بعد إعلان الهدنة في عشر إبغير الجاري غادروا مرة أخرى بسبب استمرار المواجهات وعدم التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار من ناحية ثانية كشفت لجنة وقف إطلاق النار بتاعز في مذكرة إلى اللجنة الإشرافية العليا عن أن تعز تتعرض يومياً لقصف مكثف ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين كما استهدفت المستشفيات بالقصف بصورة متعمدة آخرها قصف مستشفى الثورة العام وأبافت اللجنة للأسف الشديد أن إطلاق النار من وجهة نظر الطرف الآخر جماعة الحوثي وقوات صالح لا يعني سوى توقف الطيران عن القصف والتحليق أما الأعمال العسكرية والتحشيد وإعادة الانتشار للأفراد والمعدات واستحداث مواقع جديدة والاختحامات المتكررة فهي عندهم عمل يومي وطبيعي إلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت إحدى الموضوعات وعنونت فضل شاكر يهدي أغنية جديدة من ألحانه للشعب اليمني استخدم فيها الآلات المسيقية وهجم فيها المفسدين تقول القدس أهدى الفنان اللبناني المعتزل فضل شاكر إلى شعب اليمني أغنية جديدة من ألحانه بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وكتب كلماتها عجلا ثابت مسلطا فيها الضوء على ما يجري في اليمن من سقوط ضحايا ودمار بسبب الحرب الدائرة على أرضه وتفيد الصحيفة اللافت في أغنية بقدر الجراح هو التوزيع الموسيقي المختلف كليا عما سابقه من إصدارات إذ استخدمت الألات الموسيقية في التوزيع لم تستخدم في الأناشد السابقة إضافة إلى مصاحبة الأغنية لمقاطع للمقاومة اليمنية وقوات التحالف إضافة إلى مقاطع أخرى للدمار لولا فصحة الأمل تحت هذا العنوان كتبت الكويتية السعدية مفرح مقالها المنشور في العربي الجديد وتقول الكاتبة لا يليق زمن الجذب بالنساء ولا بالشعراء ولا بعشاق الحياة ولا بالمؤمنين لذلك على كل هؤلاء دائما حتى لو كانت هذه الحياة تعاكسهم في خياراتهم الخاصة والعامة وتعاندهم في أحلامهم التي تحققت والتي لم تتحقق العبث في الجيوب السرية لها بين فترة وأخرى بحثا عن ما يمكن أن يستدرج المطر ويستجيب لمباهجهم المتمناة لكي تجيء وتتضاعف وتنمو وتستطيل عليهم الاستمرار في المحاولات التلوى المحاولات بلا ملل ولا يأس ذلك أن القدر يحب المفاجآت وليس على المتفائلين سوى استدراج المفاجآت الحلوة وتجاهل المفاجآت المرة حتى يستطيعوا أن يثبتوا أنهم جديرون أكثر من غيرهم بالفرح والبقاء قدر الإمكان وبمختلف صور البقاء على هذه الأرض التي تستحق الحياة فعلا كما يقول أحد هؤلاء الحالمين الكبار في الشجن والحب والقصيد يعرف من حولي أنني أنتمي لفئة المفرطين في التفاؤل والمبالغين في رعاية شؤون الأمل وقد تحصلت ضد اليأس حتى لم يعد له إلي سبيل حتى الآن على الأقل لا لقلة ما يستدعي اليأس عادة كما قد يتوهم كثيرون ولكن لأنني لم أعد أرحب به مثل ما كنت أفعل قبل عبور بوابة الخامسة والثلاثين من عمري بقليل من الإنجازات والكتب والأفراح والأسماء التي لا تنسى والألحان المرتجلة العصية على النسيان والذكريات التي تستحق التجاوز ولا النسيان وبكثير من الأوهام والحاجات والجراح والصدمات والأسئلة الصعبة والأحلام المستحيلة والحكايات التي ليست لها نهايات مناسبة والقصائد المكتوبة في دفاتر الغيب فلم يكن أمامي عندما أغلقت البوابة ورائي سوى الاختيار جوابا نهائيا على سؤال الحياة المفتوح كجرح دائم إما اليأس والجذب طريقا نحو الموت أو الأمل والرواء طريقا إلى الحياة وقد اخترت وأنا بكامل قوايا البشرية أن أضمد الجرح بالصبر والمحبة والجهد المستمر فأختار الحياة إذن مشاهدين مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نختتم بها حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة حتى الملتقى في حلقة قادمة أترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة